اهلا وسهلا متابعيني الاوفياء اينما كنتم مرحبا بكم مرة اخرى في القناة مرحبا بكم في فيديو جديد اقتراحنا اليوم ان شاء الله هو صنية الدجاج مع الخضر في الفرن كيجي رائع جدا سهل في تحضير ديالو وحتى ما كياخدش بزاف ديال الوقت كيجي محمر ومعلك وحتى لاصوس اللي كتكون فيه كتكون معلكة والخضر كتجي طيبة ولا اروع نخليكم مع الفيديو باش تكتشفوا المكونات وطريقة التحضير بالنسبة المكونات اللي غنحتاجوها في هذا الوصفة هي الدجاج اللي عندي بطبيعة الحال مغسول من قبل وضروري يكون مستقطر مزيان حتى ما يكونش فيه الماء يكون ناشف تماما باش هكما كيسيحلناش الماء في الفرن بالنسبة لي انا كنغسل الدجاج بالحامض والخل والملح وكل واحد وطريقة ديالو في غسل الدجاج عندي كذلك الجزر او نخيزو اللي قشرتو وقطعتو دوائر دوائر اللي تكون متوسطة متكونش كبيرة بزافة باش ما تاخدناش الوقت في الطياب ونفس الشي بالنسبة للبطاطا حتى هي مقطعة دوائر متوسطة عندي كذلك فلافي الالوان اللي عندي مسبقا في المجميد مقطعين على شكل طولي او لا على حسب الرغبة ديالكم طبيعة الحال بالنسبة التوابيل عندي شوية ديالت حميرة من كتروش منها سكن جبير وشوية زعتر باش نسمو خرقوم والبزار والملح والكيميات التوابيل كتبقى على حسب كيميات الدجاج والخضراء اللي غتستعملوا عندي كذلك نسكس ديال الزيت النباتية كالصغير ديالتي وصلصة صوجة كذلك ثلاثة دل فصوص ديال التوم اللي يكونوا صغار إلا كان عندكم توم كبير استعملوا غير فص واحد ودائما كنأكد عليها أن الوصفات اللي كتدخل الفرن للوصفات اللي كتطيب في الفرن لا يستحسن كترو فيها التومة حيث كتفسد لنا المذاق ديال أوكل ديالنا في واحد البول حطيت التومة وضفت عليها الزيت وكذلك توابيل وصلصة صوجة هدي اختيارية إلا ما كانتش متوفرة عندكم ممكن تستغنوا عليها غير هي كتعطي واحد اللون زوين للدجاج وحتى الخضراء كنضيف كذلك شوية عصير الليمون يعني عصير الحامض والدور دياله هو تحسين الدوق كنضيف أيضا جوج معلق ديال اللبن ممكن تستعملوا بلاستو الياغورت الطبيعي كعجبني بزاف ندير في هاد لصوص هدي ولا هاد تتبيه له هدي اللبن لأنه اللبن كيخترها وحتك يعطي هديك شوية الحموضة كتوتى بزاف مع الدجاج بعد ما كنخلط التتبيه لديالنا جيدا كنضيف القطع ديال الدجاج وكنحاول نغطيها مزيان بهديك الشرمولة يعني تشرمل مزيان مزيان الكيمية ديال الدجاج ركت تبقى بطبيعة الحالة لحسب الأفراد الأسرة ولحسب الرغبة كنأكد على الدجاج يكون مستقطر مزيان ما يكونش فيه الماء باش منندخلوه الفران ما يسياحلناش الماء هنا كنتقب هاد القطع ديال الدجاج بالموس باش كتدخل تتبيه له مزيان وكيتشرب عندنا الدجاج لاصوس وكيتتب بالمزيان وكيجي بنين دابا غدي نخليه الدجاج جانبا يتشرب مزيان هديك السلساء والتوابل واحد لعشرين دقيقة تقريبا عد باش نحضروا الصينية ديالنا ان شاء الله اللي ندخلوها الفرن من بعد عشرين دقيقة خذية الصينية او المول اللي غادي ندخلوه الفرن دهنتوه مزيان بالزيت النباتية وبنسبة للدجاج يلا كان عندكم متسع من الوقت تقدرو تخليه واحد ساعتين او لحتى ليلة كاميلة على حسب الوقت ديالكم او لتقدرو تخليه على الاقل عشرين دقيقة اضفت في المول ديالي اضفت خيزو والجازر كنحاول نقدو كنضيف كذلك البطاطة حتى هي وممكن تستعملو لأي خضرة كتعجبكم بالنسبة لي انايا كان فضلها كتدي غير بخيزو وبالبطاطة والفلفلة كتدي كتعجبني بها الطريقة وممكن تزيدو البصلة الى كتعجبكم ممكن تزيدو اي حاجة اخرى كنت متوفر عندكم في الدرحة في المول ممكن تزيدو الشوفلة كتجي صراحة زوينة في هذا الوصفة كنوضع البطاطة فوق الجازر ومن بعد كنضيف قطع الدجاج شوفوا هاد اللاصوس هادي كيف كتجي كتعطي واحد اللوين زوين خصوصا من كيتحمر الدجاج وكيتع السلع دنا الخضراء كيعطي واحد اللوين زوين بززف من بعد خديد كاس ديالما اضفتو على ديك اللاصوس اللي كتبقالي في البول ومن بعد غادي نضيفها فوق الخضر ما غلنا نضيف هاش فوق الدجاج يعني غنخوي غير هكا في الجنب فوق الخضراء يعني نتجنب نخوي على الدجاج صف يا ديكاس ديالما هو المراق اللي غادي يطيب لنفيها الخضراء والدجاج كنضيف من فوق الفلفلة وإلا كتعجبكم تشوف لا ممكن تضيفوها حتى هي من فوق بلما تسلقوها ركتوها تبزاف مع هاد صينية هادي من بعد كنغطيها بالورق الغذائي هاد العملية هادي كتكون أفضل أنكم تغطيوا الأكل اللي غا تدخلوه الفورن بالورق الغذائي هادي كتغطيوه بالأليمينيوم كيكون حسن ما كاش متوفر غطيوه مباشرة بالأليمينيوم وضروري تزيرو على المول ديالكم زيان تغطيوه ما تخليوش ليفيني تنفس باش هادك المارق اللي كي طيب فيه الدجاج والخضراء ما كيتحرقش وكيبقى يعني كيتستافدو منو كيبقى هكا كي طيب فيه الخضراء غادي ندخل هاد باللفور اللي مسخنا من قبل على مئتين واربعين درجة من فوق ومن تحت وليكنت الفرفارح تهي يشعلوها وخليو المول في الوسط ديال الفورن كنخليه لمدة ساعة ونصف في الفران على درجة حرارة مئتين واربعين الفوق والتحت مشعول ساعة ونصف من بعد كنخرج صينية وكنعريها كنحيد لها البابي اليمينيوم وحتى الكويسون وكنرجع هالفورن غير تحمر غير يتحمر هادك الدجاج تقريبا عشرة لخمستاشر دقيقة كنخلي الفران مشعول من الفوق ومن التحت والفرفارح تهي يخدامه غير يتحمر صفيك انطفيع له وكنقدمه مباشرة مكيخدش بزاف دير الوقت ميكا طيب عدنا صانية ديالنا وكيتحمر دجاج كيجيب هاد شكل هادا كيجي لديد بزاف وديك تتبيله ولديك لاصوس اللي درنا في اللول كتعطيه واحد الماداق واحد اللون زوين بزاف كنقدمها لكم صحة وراحة ونتمنى انها تنال اعجاب ديالكم والفيديو ديوم يكون اعجبكم شكرا على المتابعة وإلى اللقاء